اشتركوا في القناة او فتل احلام في السينما المصرية عشان كده منورنا الناقد والفني والصحفي استاذ دياء مصطفى علشان نتكلم معاه على التفاصيل دي ازايك ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله منورنا ربنا خليك منورنا خلينا نتكلم عن التغير اللي بيحصل كل شوية بنشوف شكل الجان في السينما المصرية بشكل مختلف ده كان ايه سببه في الاساس يعني المراحل للسينما في بدايتها كانت بتعتمد يعني لما نتكلم في البداية في العشرينيات اعتمدعت على جزئين من او يعني على جانبين في اختيار الفتاة الاول فيه ناس اللي كانت جاء من المصرح وفيه ناس كانت موجودة بعيدا عن المصرح من جنسيات تانية كانت موجودة في مصر كانت مهتمية بالانتاج وبالاخراج وبالتمثيل كان في الوقت ده الممثل بيعمل اكتر من حاجة يعني لما بنشوف الاجيال الاولى كانت بتعمل اكتر من حاجة في السينما مش زي بعد كده بقى ممثل زي ايه حاجات زي ايه يعني بنلاقي مثلا زي في وقتها يوسف واهبي مثلا جاي من المصرح وبنشوف بقى مثلا بدر لامة او توجو مزراحي او احمد علام او الناس اللي هم النجوم اللي موجودين في الجيل الاول اللي هو حتى يعني الناس اللي ما بتتعامل مع الجاني السينما بتبدأ بيجي في ذهنها مباشرة كمال الشناوي واحمد رمزي وعبد الحليم حافظ والجيل ده لكن فيه اجيال سابقة لما جات الفرقة المصرحية تعمل سينما يعني كان فيه جزء كبير منهم كوميدي يعني مثلا زي نجيب الرحاني زي علي القصار لكن فيه ناس تانية كانت الناس شافتهم في مرحلة متأخرة سينية فما كانتش متصورة ان هم كانوا جان في السينما المصرية زي ما قلت يوسف واهبي الناس بتتعامل معاه بالشكل اللي هي شافته في افلام تانية بعد كده او سراج مونير يعني نقدر نقول ان هم دلت من اوائل الجانات اللي كانوا موجودين في السينما دولت مثلا جايين من المصرح لكن على الجانب التاني زي ما قلت لحضراتك مثلا بدري لاما او توجي مزرحي اللي هو كان بيقدم بعض الافلام باسم احمد المشراقي دول كانوا جانات في السينما المصرية كانت بقى اشكال يعني مختلف عن الجيل اللي احنا شفناها بعد كده بقى مثلا كمال الشناوي او عمر الحريري او عمر الشريف يعني كانوا بيتميزوا ببنيان اقوى واطول دي كانت سمات ممكن موجودة في المصرح شوية واتنقلت للسينما قبل ما بنتنقل بعد كده مثلا لتأثر الى حد ما بالممثلين بالسينما العالمية بنشوف ممثلين فيهم ملامح مصرية يعني هنبقى نتكلم عنهم بالتفصيل بس بشكل عام كان فيهم او ملامح مصرية لكن فيه تأثر شوية بشكل الجان اللي في السينما العالمية مين اللي بيحدد صفات الجان يعني هو طبعا بتبقى فيه فيه الاختيارات من الاول مثلا للشركات الانتاج بتبقى شايفة ان ده ممكن يكون جان او عنده الكارزما ان هو يطلع لكن الجمهور هو اللي بيدي الابروف عن ان الشخص ده جان او شايفينه في الشكل ده بدليل مثلا لما بنيجي نتكلم في الجيل ده مثلا عماد حمدي يعني ممكن عماد حمدي يبقى بالمفهوم ما هوش شكل الجان اوي المعروف لكن الجمهور وطبعا الفتيات اللي بتحب السينما في الوقت ده هو تدوله ابروف ان هو يكون مؤجن نجح جدا وافلامه قدر اتحقق نجاح كبير وقدر يمثل قدام فنانات زي صباح وزي فتن حمامة وشادية طبعا وقصة زواجه طبعا من الفنانة شادية ده كله بيخليه فتا احلام ففي اه في اختيارات من شركات الانتاج او من القائمين على الصناعة لكن ما ينفعش ان هو يتحول لفتا شاشة اول من غير اختيار جمهور ان ده فتا احلام او جان السينما المصرية من زمان اه يعني مقاليس الوسامة كانت هي المعيار اساسي في اختيار الجان لكن مش كل وسيم كان بيبقى جان يعني مثلا احمد رمزي طبعا احنا نقدر نقول عليه انه هو جان وهو شخص وسيم لكن اكتر كان محصور مثلا في الافلام في فكرة الباد بوي تمام اللي هو الشخص اللي ممكن يكون طبعا بيطلع شاقي شوية وخصوصا انه هو ما كانش بطل اول في معظم افلامه فكان دايما بيبقى فيه بطل اول هو اللي بيفوز بحب الفتيات اللي في الفيلم وبالتالي هو اللي بيحوز على اعجاب الفتيات اللي بتتفرج على الافلام مش في الزمن ده الباد بوي هو الجان بالنسبة ليمكن دلوقتي الموضوع اختلف ده موجود دلوقتي بان ممكن يكون الباد بوي هو البطل او هو الجان سواء يعني باد بوي بالمفهومها بس ممكن يكون شخص طيب او حتى ممكن يكون شخص عنده شرير يعني ممكن يكون بيمارس بعض الاعمال اللي ممكن تكون مخالفة للقانون لكن بيتصور انه هو البطل لكن في الوقت ده كان لازم يكون البطل هو شخص طيب وشخص حالم وشخص رومانسي الى حد كبير ولو الابطال دولت مثلا قدموا افلام تانية فيها نوع اختلاف شوية شخص فاسد مثلا او حيزا كده ما بنشوفوش يكون جان يعني بتكون القصة ماشية في اتجاه مختلف عن فكرة ان فيه سيدات بتتنافس عليه في الاحداث او كده بنشوفه في افلام تانية بيكون مثلا بيقدم قصة القصة ديت مثلا فيها صحفي فاسد ولا يكون في الحالة دي ما بيطلعش الجان اوي يعني ده تبقى لمعايير المجتمع ساعتها اللي اختلف بعد كده مع الوقت يعني هل في الوقت ده كنا بنتأثر بمعايير الجان للسينما او للفن الاجنبي؟ اه يعني بداياتا بعد الجيل الاولان اللي انا قلت لحضرتك عليه اللي هو في العشرينيات وبداية بقى دخول الصوت للسينما وبتدت السينما الغنائية وبعد كده دخل الفنان محمد مثلا عبدالوهاب يمثل الفنان انوار وجدي حسين صدقي وبعد كده بيظهر الجيل اللي انا بتاع كمال الشناوي وعمر الشريف وعبدالحليم حافظ يمثل في الفترة دية باستثناء المطربين اللي هما اللي دخلوا للسينما لان هما طبعا بيبجايين بفكرة النجاحهم كمطربين كبار هنا الملامح الشكلية ممكن ما تبقاش هي الاساس لكن بيتحول لجان بسبب ان هو ممثل مغني قصدي عنده كارزمة كبيرة جدا وهو فتى احلام لفتيات كتيرة جدا بحكم ان هو مغني واغني مؤثر عليهم لكن الممثلين نفسهم بقى اللي ابتدوا كممثلين مباشرة بعيدا عن فكرة الطرب فيه تأثر فيه ملامح مصرية بنشوف الممثل عمر الشريف بنشوف رجدي ابوزة بنشوف كمال الشناوي وغيرهم ملامحهم مصرية لكن معيار الوسامة ووجود تشابهما مع نجوم العالميين في الوقت ده كان معيار اساسي يعني وكأن كل ممثل هو معادل لممثل تاني في السينما العالمية يعني بشكل او باخر يعني هل كانت الملامح مثلا بس ولا كان مثلا فكرة بنيان الجسم الطول العضلات غيره من الحاجات دي هل كانت بتاخد دور او بتلعب دور في ان هو ده يبقى الجان في الوقت ده يعني ما كانش موضوع الفيتنس والعضلات بشكل لكن في مواصفات جسدية مختلفة شوية يعني بنلاقي معظمهم بيتميزوا مثلا معظمهم مش كلهم بيتميزوا بالطول بالوسامة في الوش بالشعر الناعم بعضهم راح لتبات طبعا الشنب لانه كان جزء من الوسامة وقتها وده طبعا اختلف بعد كده فبنشوف ده لكن ما كانش وعلى سبيل المثال احمد مظهر مثلا فان احمد مظهر من اهم الجانات اللي في تاريخ السينما وكان فارس وكان هو اصلا زابط لكن هو مثلا كان بيتميز بالنحافة والنحافة ممكن تكون ده كان محطوط في حتة الواحدة كده البرنس كده صحيح خطير فيه فأصد ان اللي كان فيه تنوع يعني هو كمان ما كانش الفنانين في الوقت ده بيهتموا باكسادهم الرياضية بالشكل اللي احنا بينشوفه في الجيل الحالي اللي هو بيتميز بانه هو لازم يكون بيلعب كل يوم في الجيم وبيظهر بشكل مختلف لكن لازم يكون فيه طول ما يكون فيه شكل ما بيخليه قدام الشاشة كارزما ده جزء اساسي الوسامة والكارزما والطول والعرض يعني في البنيان الجسدي لكن ما هواش بالمفهوم الحالي بتاع الرياضة والجيم والعضلات والموجود حاليا يعني طب تفتكر اختيار الجان لأدواره هو نفسه كان ليه مثلا طريقة معينة ان هو يختار الدور علشان ما يقصرش عليه ولا على مثلا الشكل اللي هو حابب يظهر به اه يعني معظم الجيل اللي احنا لسه بنتكلم عنه اللي هو جيل اواخر الاربعينيات بقى والخمسينيات وكمل معانا في السينما كان بيعندهم ميل اختيار الموضوعات ان هما يكونوا طول الوقت محبوبين من الجمهور يعني بيختار دايما الموضوع اللي هو يكون فيه الجمهور قريب منه الجمهور يحبه الفتيات اللي هتدخل السينما وتتفرج لان هما بيقولوا فتى الاحلام يعني اللي هو التعريف الموازي لكلمة الجان بريمير ان هو يكون فتى احلام هو ده جزء اساسي من نجاحه ان هو يكون محبوب مش بس محبوب جوه السيناريو لازم يكون محبوب من الفتيات اللي هتتفرج علشان خاطر المنتجين يفضلوا ويقبلوا عليه وينتجوا له اعمال فكان فيه اتجاه لاختيار بعض الاعمال اللي هي بتكون فيها البطل ده شخص رومانسي حالم عنده بعض المعايير الاخلاقية اللي بتحكم تصرفاته طول الوقت لكن فيه بعض منهم تمرد في بعض الادوار على الافلام دايات سواء مبكرا او في مرحلة سنية ما قرر ان هو يقدم ادوار مختلفة زي مين؟ يعني اعمال حمدي مثلا اعمال حمدي رغم ان احنا قلنا ان هو كان جان جدا من البدايات رغم ان اعمال حمدي قبل برفض كبير جدا من مخرجين ومنتجين في البدايات لحد ما المخرج كاملة المنساني قدمه وبعد كده صلاح ابو صيف قدمه ما حافظ الالقاب للجميع يعني طبعا لانه في مرحلة ما كان ممكن يفضل يقدم الدور ده لكن هو قرر يغير يعني جلده زي ما بيقول ويقدم شكل ما يهتمش فيه بفكرة ظهور بشكل معين بشكل معين اه ونهو حتى يقدم دور اب مثلا للفنان عبدالحليم حافظ مثلا في فيلم الخطايا وغيره رغم ان السن ممكن يكون متقارب يعني فده في منهم لا اللي كمل في الدور دوت لحد ما وصل لمرحلة ان السينما فرضت ان فيه جيل جديد دخل بدأ يدخل بقى زي محمود ياسين ونور الشريف وغيرهم ومحمود عبدالعزيز في مرحلة بعد كده وحتى الفنان عادل امامي يتحول الى جان مش مجرد ممثل كومي دي احمد زكي طبعا وطبعا احمد زكي يعني هنيجي طبعا للمرحلة دي اكتر بالتفصيل بس اصد ان فيه ممثلين فيدلهم كملين في المرحلة دي طلقا لحد ما كبروا سنيا فاضطروا يعملوا ادوار تانية تمام وفيه ممثلين تمردوا عليها بدري يعني ده علشان يلقن السن اللي هو وصل له برضو في الاخر يعني طول الوقت فيه فنان بيبقى عنده قدرة على ان هو يقرى المرحلة اللي هو فيها وفيه فنان لأ ثانيا برضو السوق بيبقى ليه اعتباراته يعني هو ممكن يكون بطل يتعرض عليه دور الفتاة الاول ما بقاش هو ده العوزين وفيه حد تاني يعني خد البصات من تحت رجله لكن فيه فنان تاني قدر يقدم لسنين طويلة يقدم من الدور ده يعني مثلا على سبيل المثال في رجدي الفنان رجدي ابوازة في فيلم فنان اوارده لا الفنان رجدي ابوازة ده هنتكلم عنه نمام كلام كتير اوي لانه ده يعتبر فتا احلام لاجيال كتير يعني هو مثل ما شاء الله افلام كتير اوي والحد دلوقتي هو لما نيجي نتكلم مين جان السينما المصرية كله هتلاقيه بيجتمع على رجدي ابوازة يمكن ما كانش هو الشكل اللي احنا بنقول عليه الله ده ملون لا هو الشكل التاني الشكل الجان الكاركتر المصري شكل رجولي شكل يعني مميز جدا قعد سنين كتير هو جان السينما المصرية ولا زال لحد دلوقتي لما بنيجي نتكلم فلا رجدي ابوازة بقى كلمنا عنه شوية من من اول بدايات اختياراته لأعماله عشان يظهر بالشكل ده يعني رجدي ابوازة كان من الفنانين اللي محظوش بشكل يعني في الاول ان هو يحصل على البطولة يعني كان بداياته حتى هو ده كان يعني بيقصر عليه نفسيا رغم كل اللي حضرتك قلتيه عن وسمته اللي بشكل بشكل مختلف وكمان حتى هو كان بيتميز ببنيان جسدي يخليه حتى كارزمة ويعني زي ما بيقولوا ما للكدر قادر يتفوق على الشخص اللي قدامه جسديا بسبب البنيان الجسدي بتاعه وما لمحه غير ان هو طبعا ممثل جيد جدا وعمل ادوار مختلفة لكن في الاول ما كانش متشاف من السوق بالشكل ده قدم ادوار كتير لحد ما قدر يحط نفسه ان هو جان لما وسب المرحلة دي الفنان رجدي ابوازة من اكتر الفنانين اللي قدروا يكونوا مقنعين في فكرة ان هو جان يعني مثلا ما بنشوفه مثلا في الزوجة 13 من ممكن يكون عنده القدرة زي رجدي ابوازة ان انا اقنع الجمهور ان فيه 13 واحدة وحبه طبعا لازم اكون عنده مواصفات مختلفة وعنده كمان دي بيعتماس بها رجدي ابوازة هي خفة الدم ويعني هو كان فيه فصل الى حد كبير كده شوية ما بين الفنان الكوميدي وما بين الفنان الجان يعني اللي هو بيقدم الانواع المختلفة الدرامية يعني لكن رجدي ابوازة كان عنده الاثنين وهو كان قادر يلعب المساحة دي فانلاقيه في افلام رومانسية وانلاقيه في افلام ممكن يكون فيها جانب كوميدي مش كوميديا معتمدة على وشوف ناس ادوار شر كتير اه وطبعا ودي نقطة مهمة انه هو مثلا لما تحط في ادوار الشر ما تكره شيء لانه هو هنا كارزمته واسمته وسيطرته على قلوب المتفرجين كانت طول الوقت بتخليه محبوب يعني وكمان كان بيقدم الشر هو يعني يمكن بيسكر دايما نمازج تانية لما يتكلم عن الفنان الفنانين اللي قدموا دور الشرير لكن من مميزات رجدي ابوازة انه هو ما وقعش في فخ المبالغة اوي لما كان بيقدم دور الشرير يعني حتى لما نشوفه فافلام قدم فيها دور الشرير وهو دور الاول ودي كانت برضو من النوادر اللي في السينما في الوقت دا لانه كان دايما الشرير هو بيكون الشخص التاني اللي في الفيلم وعندنا بطل تاني هو اللي بيواجهه لكن هو يعني كان بتتعامل افلام كان من ضمنها اللي قدمها الفنان رجدي ابوازة اللي هو الشرير اللي بتطهر فالجمهور يتعطف معاه وهنا هو ما فقطش كاريزمته كجان او كفتى اول لكن هو تطهر خلال الرحلة فيخلينا تعطف معاه ما اخرجش من الفيلم وانا كارهه يعني صح فالفنان رجدي ابوازة طبعا زي ما قلت لحضرتك وزي ما حضرتك قلت ان هو فنان كان عنده مواصفات مختلفة عن باقي الفنانين اللي قدموا دور الجان بس بما اننا يعني نتكلم عن رجدي ابوازة فانا بتكلم مثلا في فيلم حكاية مع الزمان للفنانة واردا هو كانت القصة في البداية في الاول يعني هتنتهي بالنهاية بترجع بتروح للفنان سامير صابري لكن الفنان رجدي ابوازة رفض يعني انا الفتاة الاول تمام اللي هو انا اللي دايما تغيروا النهاية على شانه؟ نهاية ترجع للفنان للفنان رجدي ابوازة تمام اللي هو بقى جيه صالحها وقرارت تسامحه كانت القصة الاولانية المكتوبة على حسب الروايات ان هي خلاص قصتها مع الفنان رجدي ابوازة انتهى ما سامحتهوش وكملت في حياتها بقى مع الفنان سامير صابري بس هو شاف ان هو لا انا الفتى الاول اللي طول الوقت الممثلات لازم تعجب بي والفتيات اللي بيتفرجوا يعني او السيدات اللي بيتفرجوا فما ينفعش يخسر فده كان تصور بعض الفنانين في الوقت دوت ان هو ما ينفعش يخسر وعلى فكرة هو في دي المستمر حتى مع اجيال جديدة يعني بنشوف حتى افلام ممكن يكون المنطق غايب عنها الى حد ما بسبب ان لازم الفتى الاول يطلع هو المحبوب ومهما هو غلط تمام لازم لازم نسامحه في الاخر ويحظى بالمحبوب اللي هو كان بيحبها عشان الصورة الزهنية انا اللي ما ينفعش يعني اطلع بشكل مش احسن حاجة فكل البنات تفضل تحبه في الاخر هنكمل كلامنا لازم كاملين عن جان السينما المصرية سواء زمان او دلوقتي بس خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقاتنا استنونا ورجع نالكو تاني ولسه مكملين حلقاتنا ونتكلم عن الجان في السينما المصرية هنروح لمرحلة تانية والمرحلة اللي ظهر فيها نجوم مختلفين تانيين زي نور الشريف والحقبة دي محمود ياسين ومحمود عبد العزيز كلهم طبعا مع حفظ الألقاب فنانين كبار وعملوا بصمة مختلفة وحتى كمان حاببونا في شكل مختلف من الجان في السينما المصرية ده صحيح يعني احنا هنا وكان هنا بنتكلم على مرحلة تالتة يعني كلمنا الاول على المرحلة الاولى اللي هو كان فيها نجوم المصرح في العشرينيات والسينما الصمتة فكذا بقى الجيل اللي احنا كلمنا عنه وقفضنا له مساحة من شوية لحد بقى ما بيبدأ يظهر الممثلين نور الشريف ومحمود ياسين وبعضهم محمود عبد العزيز والفنان عدل إمام وأحمد زاكي وحسين فاهمي طبعا يعني حسين فاهمي لما ظهر من أيام خلي بالك من زوزو أيها طبعا ودلال حتى في فيلم دلال لما قدمه وبدأت الفتيات بقى تمسك صورته يعني بدأ يحصل وكأنه هزة كده في السوق اللي هو فيه بقى جان جديد جاي في السينما بشكل مختلف بألوان مختلفة بالضبط وكمان بقى معدخول الألوان وطبعا بعض الفنانين اللي دام كانت ملمحهم ما بتبانش قوي بسبب فكرة الأبيض والأسود بالضبط تظلموا يعني فتظلموا شوية فبييجي بقى حد مختلف يعني حصل تهزة في السوق فعلا بظهور حسين فاهمي بمواصفات مختلفة زي ما حضرتك قلتي بس الجيل ده طبعا بدأ ياخد مساحات بشكل مختلف يعني فيه اللي كان الحظ مساعده ان هو بيبدأ بطل زي مثلا كنور الشريف مباشرة بنبدأ نشوفه في أدوار كبيرة أو بيجي في أدوار تانية زي محمود ياسين مثلا بنشوفه في شئم الخوف وبعد كده بتبدأ الأدوار تكبر بعد كده لكن هنا بندخل عند جيل مختلف شوية عن جيل اللي فات لأن هما جيل بيقدموا كمان بطولات مستقلة هما الأبطال الرئيسيين اللي فيها يعني يمكن كنا بنشوف الجيل اللي قبل كده هو دايما الاسم التاني بعد بطلة الفيلم لكن هنا بنبدأ أن نشوف نور الشريف بيقدم فيلم بطولته وممكن تكون الممثلة هي الدور التانية هي البطولة النسائية اللي قدامه طبعا ده بيختلف على حسب الممثلة لكن في الجيل اللي قبل كده كان هما دايما دور تاني بعد الممثلة فبنبدأ نشوف مقاييس مختلفة محمود عبدالعزيز مثلا وحسين فهمي بشكل مختلف اللي هو الجان اللي ممكن تكون عنهم لونة وشعره لونه مختلف وعندنا نور الشريف ومحمود ياسين اللي عندهم هنا قدرات بقى كمان مختلفة تمثيلية درسوا في معهد الفنون المسرحية عندهم ثقافة مختلفة بشكل ما قدموا أدوار مختلفة ما كانش بيعتمدوا طول الوقت أن هما يظهروا بالشكل بدور الجان لكن طبعا الجان الأهم في المرحلة ديت هو محمود ياسين وأكتر الممثلين في الجيل ده كان بيقول احنا بناخد الأفلام اللي بتتبقى بعد ما محمود ياسين يا ما بيشتغلهاش يا بيرفوضها يعني عشان ما عندهش وقت فهو قدر طبعا محمود ياسين بصوته طبعا زي ما حدرت قلت يعني مع حفظ الألقاب للجميع يعني بصوته اللي هو كان مميز جدا 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 وبرضو بنيان الجسدي لكن لحد المرحلة ديت برضو خلينا نتكلم في نقطة المتعلقة بالجان إن كان الجان بيبقى شبه البيئة اللي هي كانت موجودة يعني بنلاقيهم الموضة اللي هما لابسينها هي موضة المجتمع مش هما اللي بيصنعوها عشان لما نيجي نتكلم بعد كده على الأجيال اللي بعد كده وبرضو كان لسه لحد دلوقتي السينما محافظة على فكرة إن الجان لازم يكون بيتمتع بجزء كبير من الوسامة طب حدتك شايف إن محمود ياسين هل كان اختياره الأدوار وبيكون بناءا على أنه هو بيختار فعلا الأدوار اللي تناسب الشكل اللي هو عايز يظهر بي ولا كانت بناءا عليه لا طبعا يعني بالنسبة للمحمود ياسين تحديدا طبعا لأنه هو كان بيعرض عليه كتير جدا هو كان بينطقي الأدوار اللي كانت بتناسبه يعني ميزة الجيل ده وأنا بعتبره هو أهم جيل في السينما المصرية بشكل عام يعني على الإطلاق من ساعة ما بدأت لحد دلوقتي الوقت ده كان سبعينات تقريبا يعني آه السبعينات بدأ وكتير منهم قدموا أفلام في التمانينيات بعد كده يعني في بعض أفلام مختلفة شوية في السبعينات كانت لسه في أفلام خفيفة هي السينما المصرية مرت بمراحل دايما في أنواع الأفلام اللي كانت بتقدمها هم ميزتهم أن هم يعني جزء أساسي من تاريخهم موجود في التمانينيات اللي كان بيقدم أفلام مختلفة فهما كانوا جانات بس بأسلوب مختلفة أن هما ماهتموش بس أن هما يظهروا طول الوقت بمفهوم أن هما جان نلاقي محمود عبدالعزيز مثلا على سبيل المثال بيقدم أدوار ما بيعتمدش فيها على شكله إطلاقا يعني هو كان عايز يتمرد على ده مش حابب أنه هو طول الوقت يكون في صورة الشاب اللي شكله حلو مثلا بعد طائر الليلة الحزين مثلا لما أقدمه لا أنا عايز والحفيد وبعض الأعمال اللي أقدمها في الأول لا هو عايز يتمرد على ده فبنلاقيه يخرج من عباة الشكل ده بيلاقي الفنان محمود ياسين بيقدم أفلام طالع فيها بشكل معلم ده ما كانت بحصل في الجيل اللي قبل كده احنا كنا طول الوقت بنشوفهم ببدلة وليزم يطلعوا حلوين كده ويعني إيه وأحسن حاجة يعني اللي هو عارفة نشم ريحتهم من وراء الشاشة يعني بالضبط لكن الجيل ده بدأ يغير ده من بدري يعني ده طبعا ساعدهم في ده وجود جيل من المخرجين في الوقت ده اللي هم بيسموهم الواقعية الجديدة يعني كانت طبيعة كمان نهتم حتى الفنانات يعني هنشوف الفنانات اللي كانوا أقصادهم أفلامهم مختلفة اللي يكملوا مثلا زي الفنانة فتن حمامة مثلا من لأ أفلامها اللي كانت في البدايات مختلفة عن الأفلام اللي كانت بتقدمها بعد كده والفنانة سعاد حسني نفس القصة فبالتالي برضو الفنانين اللي كانوا موجودين في الوقت ده تمردوا على فكرة أنه هم جانات وبدأوا يقدموا أدوار مختلفة بيطلعوا فيها معلمين بيطلعوا فيها أو ممكن يكون محبوب يعني بيطلع برضو محبوب في الفيلم وفيه أكتر من فتاة ممكن تكون بتتنافس عليه لكن بشكل مختلف مش بشكل الجان اللي احنا متعودين عليه كلهم يعني غير الصورة الزهنية اللي مفروض احنا كلنا مقتنعين بيها كلهم بشكل أو بآخر في مراحل يعني في مراحل عمرية مختلفة اتنقلوا للمرحلة داية لكن احنا برضو عندنا قاعدتين مهمين اتكسروا في المفهوم الجان في المرحلة داية ماينفعش نتجاوزهم الفنان عدل إمام والفنان أحمد زكي يعني الاتنين دولت ماينفعش نتجاوزهم لأن هم هنا الاتنين غيروا مفهوم الجان أولا حد جاي من خلفكم ايديا زي الفنان الكبير عدل إمام بيتحول ان هو بعد ما بيعمل مثلا البحث عن فضيحة وبعد كده بنبدأ نشوفه في أفلام تانية بيبدأ يتحول من فكرة ان هو ممثل كوميدي بس ممكن يكون مش مهتمة بشكله لا لدرجة ان هو ممكن حتى لو طالع في فيلم كوميدي لكنه جان وده ما كانش موجود قبل كده لأن المواصفات كانت مختلفة اه يعني كنا نشوف الجان اول فيلم اول ممثل الكوميدي يعني مثلا على سبيل المسلم بنرجع للجيل القديم هل نجيب الرحاني شكلا مش وسيم وبيتميز بمواصفات جسدية ممكن تخليه جان لكن هو كان بيطلع في الأفلام بالدور الكوميدي حتى لو فيه الفنانة اللي قدامه بتحبه حتى زيتها كاريوكا لكن هي قصة حب ما قدرش قاقف عندها واقول ان دي بقى الفنان كل الفنانات اللي في الفيلم بيحبوه لكن هنا الفنان عادي الامام غير من مفهوم الجان كالمواصفات الشكلية والفنان احمد زاكي قصر القاعدة ديت ان احنا كنا طول الوقت بنتكلم ما بين ان لازم يكون اقصى حاجة ممكن يكون شاب لونه امحي يعني الممثل ما بين يعني بشرة بيضة او ممكن تكون امحية بتشبه اغلب المجتمع المصري لكن لما يكون حد بيميل الى اللون الاصمر زي الفنان احمد زاكي رغب ان الفنان احمد زاكي مثلا بعيدا عن فكرة البصة اللي ممكن تكون انصرية باللون يعني هو فنان بيتمتع بوسامة شكلية يعني لو انا هبصله بعيدا عن ان انا حطت خلفه في ذهني ان اللازم الممثل يكون ابيض البشرة او يعني ملونة الفنان احمد زاكي بيتمتع بوسامة كبيرة جدا وجاذبية ودي نقطة مهمة اللي هو الجان لازم يكون متمتع بيها لا هي بس علشان يمكن الصورة اللي احنا كنا حافظينها زمان حتى للستة او للراجل الله ده ده اللي هو الملون اللي شكله يعني ليه شكل معين صحيح فهو بس كسر القعدة في الوقت ده مش ملهاش علاقة باللون خالص هو الفنان احمد زاكي الروحل طبعا احمد زاكي بيتمتع بملامح حلوة يعني شكل مصري أصيل صحيح وفي منه من الشكل ده في منه شباب كتير في الوقت ده وهم برضو يعدوا من الجنات اللي موجودين في السينما المصري صحيح زي ما حدرتك بتقولي وكمان طبيعة الاعمال اللي كانت في الوقت ده قدرت تسمح للفنان زي احمد زاكي بان هو يقدر يقدم دول البطولة لان احنا كنا بنشوف معظم القصص اللي كانت موجودة قبل كده السيناريوهات اللي كانت بتتقدم هي كانت بتتقدم في اطار معين يا قصص حب يا قصة خيانة يا يعني حاجات معينة كانت بتمشي أو فيلم غنائي محتاجين فيه بطل تاني مع الممثل الرئيس اللي هو المطرب يعني لكن في المرحلة ده طبيعة الأدوار اللي اختلفت سمحت ان احنا محتاجين ناس من المجتمع المصري يمثلوا أدوار يعني اللي هو الطبقات الشعبية لأن السينما قبل كده كانت بتهتم بالطبقة يعني المتوسطة ثم والأعلى يمكن الطبقات الشعبية ما كانت تظهر في البدايات خالص وبعد كده بدأت تظهر في مرحلة ما لكن في الوقت ده بقى كانت هي السيطرة للمجتمع وبعد الانفتاح فبقت الأفكار اتغيرت وبالتالي سمحت لفنان زي احمد زاكي يقدر يقدم أدوار يكون فيها الجان ويكون مقنع وده الأهم وإن الفنان عادل إمام لما يقدم أدوار ما أنا ممكن أقرر أن أنا أكون جان وأطلع أقدم الدور بس الجمهور ما يتقبلش ده وما يبقاش مصدق ما هو ليه البطل بيكون البطل عشان عنده قدرات مختلفة تخليني مقتنع وأنا قد أتفرج إن كل اللي في الفيلم دولت بيحبوه سايبين بقى الممثلين يعني ما هو فيه ممثلين تانين في الفيلم بس شمعنا هو لأنه هو لازم يكون عنده جاذبية ما يقدر يقنعني بيها قبل ما كمان يقنع الممثلين وده اللي حصل مع الفنان زي أحمد زكي وزي الفنان عادل إمام يعني طيب نروح لبعد جده المواصفات اللي اختلفت في الزمن اللي بعد كده بعد ما خلصنا التمانينات ودخلنا التسعينات وغيره والألفنات المواصفات اختلفت تمام وبقى فيه نشوف أدوار لناس ممكن يكونوا لسه متمسكين بفكرة إن هو أنا الجان أنا الشاب أنا اللي هفضل طول الوقت كده مع العلم إنه ممكن يكون الجمهور عارف السن الفنان ده بس هو لسه محطوط في الإطار ده يعني للأسف معظم الفنانين بيعوا في الفخ ده زي ما اتكلمنا في الجيل الأول خالص وحتى في الجيل اللي هو الجيل الوسط طبعي كده الجيل الحال يعني اللي هو طول الوقت يعني حابب إنه هو يكون في مرحلة الجان مش حاطط فيه في زهنه موضوع في موضوع السن ولدلوقت الوضع اختلف يعني أولا الناس ما كانتش بتركز قوي في التفاصيل ديت لما كانت بتتفرج عليها في أفلام قبل كده لكن الوضع دلوقت اختلف انفتاح على تجارب برة بنشوف ممكن يكون ممثل أو ممثلة لسه عندهم يعني 40 سنة تمام وتلاقيه مثلا مقدم دور قبض وقبل طفل كبير أو أم منفصلة أو عندها أطفال وممكن أحفاد وهي ممكن تكون لسه في منتصف الأربعينيات مثلا لكن ده للأسف هنا ممكن يكون مش موجود يعني أقصى حاجة نحن ممكن نشوف ممثل جان يعني أقصى حاجة أنه هو بيجوز في خلال الأحداث فبقى عنده طفل صغير يعني لكن هي هو الأهم يعني لما نرجع لمفهوم الجان أنه هو حصل قصر للقواعد خلاص بتاعت مفهوم الجان بقى عنده قدرة على أنه هو يكون جان بعيدا عن أي مواصفات في زهن المتلقي فهو بقى عنده القدرة دية أنه هو يكون جان خلاص ما بقتش فيه المواصفات اللي احنا كنا ماشيين عليها قبل كده اللي حتى لما بنقول اتكسرت بشكل جزئي مع الفنان عادل الإمام أو مع الفنان أحمد زكي لا هي ما بقيتش دلوقتي موجودة بقى هنا بنشوف تنوع مختلف جدا عندنا الجان بمفهومه العادي اللي هو زي أحمد عز أو عمر يوسف أو حتى مثلا اللي هو الملامح المصرية زي عند أحمد السقق أو كريمة عبدالعزيز مثلا اللي هما دولات نموذجين لمفهوم الجان اللي هو الشاب الفنان اللي هو بتمتع بأنه هو عنده بشرة بيدة وعنين ملونة وشعر أصفر أو الفنان الثاني اللي بتمتع بملامح مصرية لكن فيها جزء بين الوسامة أو أسر يسين كريم فهمي غيرهم كثير بدأت قارة القصر تماما أيها عندنا فنانين كتير جدا ممكن يكون الغالب عليهم أن هما ببشرة صمرة لكن بيعتمد بقى بشكل أساسي زي ما حضرتك قلت كده على الجاذبية أنه عنده جاذبية وأنه هو كريزمة أنا قادر أصدق أنه هو يكون ممثل جان أو حتى مثلا الفنان محمد رمضان تمام أنه هو مثلا بعض الناس اعتبرته امتداد لحمة زكي لما طلع وبرضه قدم الجان ما قدمش نفسه بس كممثل كوميدي ولا ممثل أكشن احنا شفنا جان سواء حتى في الدراما أو في السينما القواعد ده حاليا يعني اتكسرت تماما زي ما قلت لحضرتك أي ممثل قادر يقدم دور أول كمان الفنانين الكوميديين ودي حاجة بقت حصلة بشكل كبير يعني احنا لما بنقول أن الفنان عادل إمام كان استثناء مثلا أنه هو من الفنانين الكوميديين اللي قدموا دور الجان لأحنا دلوقتي عندنا ممثلين كتير هم أساسا مصنفين كوميديا بدأوا يقدموا دور الجان يعني مثلا هنشان ماجد هو أساسا مصنف ممثل كوميديا لكن عنده القدرات إن هو يبقى جان وعندك العكس برضو يعني وإحنا تفهمي حتى أحنا تفهمي مثلا قدم دور الجان وعندك العكس الفنان كريم عبدالعزيز هو أصلا مصنف جان وبيقدم كوميدي وفنان كريم عبدالعزيز تقريبا ما فيش فيلم ليه هو كان مصدر فكرة الجان خالص يعني ما ظنش إن إحنا كده لو بصلينا مش بيلعب على الحتة دي مش بيلعب على الحتة دي ممكن يكون فيه ضمن الأحداث إن هو فيه فتيات بيقعوا في حبه أو فيه قصة حبه هو جمهور قرر إن هو جان هو كده كده بالزبط لكن هو طول الوقت ما كانش معتمد على ده تماما خالص في كل الأعمال اللي هو قدمها تقريبا يعني طب خلينا بقى نتكلم عن مواصفات الجان إحنا دلوقتي في عشرين واربع عشرين عايزين نتكلم بقى عن مواصفات الجان دلوقتي في السينما المصرية عارفين إن هي اختلفت بس أكيد فيه حاجة فضلة من زمان موجودة معنا لحد دلوقتي لا والله يعني مش شايف إن ما فيه حاجة فضلة لا لا خالص يعني القاعدة تم مكسرها ولما كنا بنتكلم في الأول وبقول إن الممثلين هم اللي بيقدمون عكاس للمجتمع الوضع الحالي كمان إن الممثلين هم اللي بيقودوا المجتمع بمعنى إن هم اللي ممكن تكون الموضة اللي بيلبسها مثلا في اللبس اللي بيلبسه يعني بالاتفاة طبعا مع الستيليست اللي بيبقى موجود إن هو اللي بيعمل الموضة يعني هو اللي بقى بيقود المجتمع إن هو اللي مجتمع يبقى شبهه يعني ممكن نشوف ممثل نقول إيه ده ده مش موجود فبنلاقي بعد كده إن المجتمع بقى شبه ده بيبدأ يقلده بيبدأ يتأثر به ما هيقول لي دي حاجات تدل إن ده شخص جان الناس خديته قضوة بدأ يتأثر به ده كان بيحصل في وقت من الأوقات بشكل أساسي عندنا عند بعض المطربين يعني مثلا على سبيل المثال عمر دياب أو بعض الممثلين بعض المطربين في الوقت ده لما كانوا يلبسوا حاجة في كليب أو مثلا في البوستر على طول تلاقيها انتشر تنتشر رهيب لكن ده ما كانت بيحصل في السينما لأن كان لبس الممثلين كان لبس تقليدي مشابه للمجتمع جدا لكن اللي حصل بقى بعد كده لا أن بقيت القصة لو تسمح بأن أنا مش مش شاب فقير مثلا وعند قدرة أن أنا هقلده في لبس وهقلده في قصة شعر وهقلده في تفاصيل سير بالضبط الممثل بمجرد ما يلاقي قصة فيها مساح أنه هو ممكن يقدم فيها شكل مختلف فبيروح ما أقدم فيها هو اللي بيقوده المجتمع للزوء والشعر زي ما حضرتك قلتي لا ما بقاش ظنني إن ما بقاش فيه قواعد دلوقتي حتى كمان فكرة إن أبطال ممكن يكونوا في سنه صغير نحن بينا بنشوف دلوقتي أبطال مثلا ممكن يكونوا في سن العشرين بيقدموا دور بطولة ده ما كانش بيحصل قبل كده فلا اختلف في الموضوع تماما يعني 180 درجة أي شخص قادر إن هو يقدم دور الجان المهم من المجتمع أو الجمهور يتقبل ده تقبل ده فهو هياخد الخطوة الثانية والخطوة الثالثة والخطوة الرابعة خلينا بقى نسيب فكرة الجان في السينما المصرية من زمان والحد دلوقتي ونتكلم عن حاجة جميلة صراحة هو الكتاب اللي أنت عامله وهو كتاب عن الفنان الراحل سمير غانم كلمني أكثر عن الكتاب والفكرة جات إزاي ومحتوى الكتاب طيب يعني هو الكتاب عشان يعني أكون أمين هو كان بالأساس يعني فكرة در النشر اللي عرضته علي أنا كنت في الوقت ده صحيح بدور على فكرة ما أشتغل عليها لكن ما كانش في ذهني بنسبة ما في المية للفنان سمير غانم لكن يعني كان من حصن حظي لأن أنا يعني غصت بقى في عالم سمير غانم الإنساني بشكل كبير جدا لما قررت واتفقت مع دار النشر يعني اللي تولت طبع الكتاب يعني الفكرة من الكتاب أن الكتاب يتناول يعني وصل قصص سمير غانم ببعضها من أول ما كان طفل لحد وفاته يعني الله يرحمه بكورونا فكانت إن أنا كان هدف إن أنا جمع قول القصص اللي اتحكت أو هو حكاها بنفسه أو كتبت عنه بحيث إن أنا قدر أوصل الخطوط في برامج في أي حوار صحفي في غيره بالزبط كده إن أنا أوصل الخطوط دي بعضها بحيث إن أنا أعمل قصة الفنان سمير غانم وتكون بشكل أساسي بركز فيها على قصص الإنسانية يعني أنا اهتميت بإن أنا ألقي ضوء على والده ووالدته وإزاي كان بيته وهو في الأساس لأن الناس مثلا طول الوقت بتكلم على أسرة سمير غانم اللي هي الفنانة دونيا والفنانة إيمي والفنانة داليلة الله يرحمها الأسرة دي لكن أنا كنت حابب أشوف أسرته اللي هو نشأ فيها عشان يقدر يعمل الأسرة دي وفكرة إنه هو كمان كان ظابط فكانت شاغني هو إزاي دخل كلية الشرطة وسبها معلومات ممكن جمهور كبير بيحب الفنان الراحل سمير غانم ما يعرفهاش أصلا صحيح يعني هقول معلومة أنا نفسي اكتشفتها وأنا يعني بدور في الأرشيف بتاع الفنان سمير غانم إنه هو ممكن ما كانش جان على بما أنا بتكلم عن الجانات يعني إنه هو ما كانش جان على الشاشة وكان بيهتمي بالكوميديا إلا إنه هو كان جان على صفحات الجرائد بشكل كبير جدا قصص الفنان سمير غانم وقصص حبه وقصص المعجبات به والشائحات اللي كان بتطرده طول الوقت كانت أكتر من الفنانين اللي هم كانوا مصنفين جانات في السينما في الوقت ده مفيش تقريبا مجلة أو عدد إلا لما كان يكتب إشاء عن الفنان وبالذات لأنه هو طبعا تزوج في سن صغات لا في سن كبير سن كبير هو تزوج زواج الأول ما طولش يعني أنا بكلم على الزواج الأساسي في حياته اللي هو الفنانة دلال كان فترة طويلة جدا عايش عازف فكانوا بيسموه أشهر عازف في السينما يعني فكانت القصص طول الوقت بتطرده أي ممثلة يقدم معه دور جديد وهو كان بيحب يكتشف طول الوقت الفنانات اللي كانوا بيتمتعوا بشكل حلو أقدمهم معها على المسرح هو كان طول الوقت بيحب يغير يعني ما كانش يحب يكرر التعاون مع الفنانات اللي تعاون معهم حتى الفنانة دلالي يعني ما قرر مع التعاون مرتين يعني كان خلاص كان بالنسبة له الموضوع مثلا كتير عاوز يقرر يجرب حد تاني واكتشف فنانات كتير يعني هو ساهم في اكتشاف أصار الحكيم مثلا فهو كان طول الوقت عينه بتلقط أي فنانة يحس أن هي عندها قدرات ويقدمها فده كان مخالية طول الوقت بتطلع عليه قصص كتيرة جدا طبعا جزء منها شائعات وجزء منها كان ممكن تكون قصص حب لم تكتمل يعني لحد ما قابل طبعا الفنانة دلالة عبدالعزيز والجوزة فاكتشفت حاجات كتير جدا في قصة حياة الفنانة سامير غانم ولما مثلا كان في الكلية اتأثر جدا بصلاح ذو الفقر لأنه هو كان زيه ظابط الفنان بقى كان صلاح ذو الفقر كان وقتها ظابط اتخرج من الكلية وكان مشرف عليه وكان لسه فهو أحبه ولما مثل في السينما بعد كده هو كمان راح مثل في السينما لأنه كان متأثر بشخصيته جدا يعني فده ده من دمن الحاجات اللي أنا كنت حابة بقولك عليها أن الناس تعرف قصص حياة سامير غانم ممكن تكون ما تعرفهاش بعيدا عن الأفلام يعني اسم الكتاب ده أنستونا كان من اختيارك ولا اختيار دار الناشر؟ لا هو كان من اختياري وأنا كتبت في المقدمة يعني بوضح ليه أنا اخترت كلمة أنستونا يعني هو طبعا بغض النظر عنه هو اسم الأغنية الشهيرة للفنان سامير غانم من خلال المعلومات اللي مكتوبة عنه من خلال قصة في حياته لا إحنا الجهل الوقت إن إحنا نقوله أنت أنستنا ومش بس أنستنا أنت كفنان لأن تقدمتنا مثلا فنانتين مهمين جدا في السوق بيقدموا أعمال مختلفة وأعمال الجمهور مرتبط بيها وبالتالي هو قدم امتداد ليه على مدار مصنين جاية إن شاء الله فده كان الهدف من الإسمايال بتفكر تعمل نفس التجربة دي مع فنانين تانين حسيت إن هي لقت صاد مع الجمهور وحسيت إن إنت الفكرة دي حلوة مبسطت بيها إنت وإنت بتكتبها وجمعت معلومات مهمة فحابب تكررها تاني مع فنانين تانين؟ يعني آه يعني آه طبعا حابب أكرر التجربة بس يعني بحكم شغل النقد يعني أنا الكتاب ده قدمت فيه شغل صحفي وأرشيفي بشكل أكبر إن أنا جمعت قصة حياته يعني فأنا يعني مهتم إن شاء الله إن الكتاب اللي جاي يكون عن حد أقدر أقدم أعماله بشكل نقضي فبالتالي يعني هيبقى مشروع على سيناريست أو مخرج لسه يعني بدور في عشان أقدر أمسك يعني أعماله يعني أقدم لها نقض وقراءة مش مجرد قصة حياته يعني قصة حياته تبقى متضفرة في شرح الأفلام أو أسباب اللي خليته تقدم الأفلام دي ما يبقاش تسليط الدوق بس على قصته الشخصية أو الإنسانية أستاذ ضياء مصطفى الصحفي والناقد الفني حضرتك نوارتنا النهاردة والكلام صراحة على كل الفنانين سواء اللي رحلوا واللي لسه موجودين وبيمتعونا بأعمالهم كلام ممتع جدا ودايما التصنيف بيكون من وجهة نظر ناقد بس بنختلف يعني برأي حضرتك غير رأي غير رأي الجمهور بس في الآخر هما كلهم فنانين عظماء وقدموا لنا أعمال رائعة شكرا لحضرتك بشكر حضرتك شكرا أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا النهاردة في حلقاتنا منعيش سعيد نشوفكو في حلقات تانية كتير باي باي اشتركوا في القناة